السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة نيما اليوم ان شاء الله سنقدم لكم حامل قواعد الاكواب او حامل المناديل اذا فكرت انا حامل الاكواب ادرت له هذا الشكل ادعي الله معي باش نبدو على بركتي الله غادي نحتاجوا للقالب هادو قواليب اللي غادي اللي تنوريكم ما غاستعملو مش في هاد الفيديو ولكن علش حاطهم لان خلطت الرزين بزاف وغادي بقالي ضايع اذا لابد ان انا نستغله قواليب صغيرين باش ما نضيعوش في الرزين من اللي احسن ان انا نخلطو ما نخلطوش بكتره نبقوا نخلطو شوية بشوية وحنا تنزيدو افضل ان انا نخلطو ونضيعو فيه هنا غادي نحتاجو الريزين الاول بغا نحتاجو الكليتر ولا اللامع عادي اللي تناخدو انا من اكسيون غادي نحتاجو الورق الذهاب اللي تلقاوه عبر النات في الامازون او في المكتبات او تلقاوه في علي اكسبرس اذا اذا غادي نخلطو تشوفوك شنو عادي ند وبالنسبة الريزين المتنقل او البين ثم تتشوفوه على حساب على حساب الريزين اللي عندكم وتخلو طول قياس اللي تقدرو تتعمله دائما انا تنقل باش بديت كنت دائما تنخلط حاجة قليلة باش نعرف القياس ثم بعد عادي ناخد تناخد وتنبقى نعرف كيفاش نقيس الاشياء اللي غادي ندير اذا حتى انتم مع الحساب القوالب اللي تتستعملوا بالتجربة غادي بدو تعرفوا من الاحسن انكم تخلطو شوية بشوية وتبقى تزيدو لان تتعرفو بان الريزين دغاية تتصلب بلا بقى كتير وتمانو مشير خاس باش منضيعوش الريزين اذا كان بقى نزيدو شوية بشوية حتى ان ناخدو لقدر نعرفو القياس اللي غادي بقى نحتاجو اذا هدوك هاد القوالب صغورين خليتم الاشياء اخرى استعملتم في اشياء اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويعرف juro وقالوا اشتركوا في القناة في القناة طبعوj visto سالعفا اللامع هو اللي اخوتك في الاول ومبعد طبع استقمروا ه ورق ذهب في ريزين الشفاف ورق ذهب بوحده. ده با قادي نزيد عاو تاني خلاص الريزين بوحده الشفاف هو اللي غادي ندير في الاخر. اه على هات الشكل. ونس عملت هاد القوالب اللي تتشوفوا. اه استملتهم في نفس الفيديو لانني كنت غادي ندير فيديو مع داخل معه. اه اذا انا غا سلحت غير هادو اللي غادي نحتاج وغادي تشوفو شنو ما القطع اللي غادي نحتاج في هذا الفيديو. ولا بدا من استعمال موسدس الحراري او استشوار اه باش نحيدو الفقاعة لان مهم هاد الفقاعة مخصومش يبقاو اه كل مرة خصو نطلع لهم قبل ما ينشفو حنايت نشوفوه لكا نشي فقاعة خصو نحيدوهم. بعد ما خليتو منشفوه 24 ساعة اه ها هو الشكل ديولهم جاو جاو شفاف وجا في ديك ورق الدهب جا روعه وخليتو انا على هاد الشكل ما درت لح تشي لون واحد اخر خليت فيه غيد ذهبي هكا باش نقدرون نصلحوه لكا نشي قواعد الاكواب عو تانيه في لون اخر لان هاد الذهبي غادي يجي مع الالوان كله اللي احطينا فيه اذا ندرتوه نعب هاد الشكل وتقدروا تديروه انتم ما بألوان اخرى اللي احبيتو. دبا غادي نستعملوه هادا ريزين اسميته ايو غادي نستعملوه هو اللي غادي لاستقبيت نستعملوه كا ككل وهو في نفس الوقت راه ريزين تنديرو به لزاكسسوار وهادي اله اللي تتصلح للاضافر باش ما تنديرو الصباحة طلاق الاضافر تي ايو في تا هي الاب ديال ايو في باش تنشف بسرعة طلاق هادا واللدب احنا غادي نحتاجو بهاد اليو في هاديك الالة غادي نشفو بها بسرعة وتساعد اللي زاكسسوار وتساعد الهاكاي اللي كنا غادي نستقوشي حاجة لاني لا بقينا باش قابطين هاكا وباش تنشف انشف الريزين خاصوه وقت كتير اذا هادي هادي بحال كولا وفي نفس الوقت الريزين تنستعملوها لزاكسسوار الا كان عدنا غير لزاكسسوار ما عدنا لاش نخلطو الريزين بزاف هادو تيتشرو هاكا اذا نشوفو الطريقة اللي غادي ندير هو انني غادي حطيت القطعة الاولى ومبعد غادي ندير القطعة الثانية وكما غادي تلاحظو انه ضغياتي نشف بهاد الالة هادي تندير لها دقيقة واحدة حتى تيكون نشوف اه تتصرع لباش يجف ضغيات اذا غادي ندير بها الطريقة اذا هاد المثلات هو اللي غادي نحطو من هاد الشيها باش غادي يكون ديك شكيال ديال المثلات من ها من القدام وغادي نشوف القطع اللي غادي ندير اه طبعا تندير على حساب ستة ديال القطع بغيتو تديرو على حساب اربعان ثم غادي تشوفو على حساب الشكل بحال هادو كانوا عندي هاد القطع هادو ديال اه قواعد الاكواب اذا غادي تاخدوا القياس اللي حبيتو تنسو ما باش تديرو انا تدرت على حساب ستة ديال القواعد اذا غادي نستقعو ساني بنفس طريقة وغادي ندير بديك الالة ديال ايو باش نشوف انتم ما شفتو ان هاد الالات غاية تتلصق اذا تتساعد لالواحد اللي بغا يدير شي حاجه بالخصوص ديال القطع الصغورين ديالي زاك سسواخ اه تتساعد بزاف لان ما محتاجينش ان انا القطع صغورين سينوح تتكمل الاربع عشرين ساعة باش نكملوا اه نكملوا الخدمة ديالنا اذا تتسهل هاد الامور هادي في الاخر لا بد ما نخلطو شوية ديالاريزين باش نصبوه فوق هاد القطع هادي القطع تحتانية باش نقدرون تبتم زيان ديك للقطع اللي اركبت فوق منهم ومبعد نديرو هاد الشليمون باش نحيدو الفوقعات ونخليوه يجف اربعة عشرين ساعة مرة اخرى اه هان تمشي شكل ديالهم بعد ما خليتو يجف فراها اه بطبيعة الحال خلى هاد هاد الشوائب هادو من الجانب غادي نقطعوهم لانو تكون مزا ما تستنجفش مزيان نقدرون نقطعوه بالمقص ولكن غا لا بد من غادي نديرو الصنف صنفاره في الاخير باش نحيدوه هادوك الشي الوسطاني اه لابد دم ديك صنفاره باش يجي الشكل دياله تابت شوفوا هاني تنا نحرركم مزيان اه انه تابت مزيان هاد هاد الميزة فهاد فهاد الريزين انه انتم الشكل دياله تيجي الشكل ديال الزجاج وفي نفس الوقت ما يقدرش يتهرس وخيطح انه الثانية في المثال في الارض ولا اه طاحات ولا هادا ما تيتهرسوش والميزة الثانية هو انه تيبقى دائما هادا شكل زجاج دياله نقدرون نغسله نقدرون نغسله نقدرون نستعمله لأي حاجة ماشي مشكل اننا ما نخافوش اننا غادي نضيعوه فيهم غادي يتهرسو بحال الزاج ولا الكريستال ولا اي حاجة تنشروها تتكون عندها تتكون تنخافو عليها بزاف اه اذا دوي الشكل النهائي ديال هاد الفيديو وتنتمنى انه يكون عجبكم شوفوا الشكل كيجا اذا هاد الفكرة هاد ديال هاد حامل اه قواعد الكؤوس باش مرقوش لان ناس تيبقى دائما تيبقوا هاكا مفرقين من الاحسن اننا جبرنا هاد الحل هاد ديال هاد قواعد الاكواب اه بها الطريقة دي ونقدرون نستعمله ونقدرون نديرو بحالة الشكل عاو تاني الحامل المناديل العادي المناديل العادية حتى هو علاش لله اننا نقدروا ديال توب ولا ديال البابيه ولا المهم نقدروا نستعمله حتى هو كدلك اه اذا هاد الفيديو هذا نتمنى انه يكون عجبكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات ونطلقوا فيديو اخر باذن الله ونقول لكم تبارك الله عليكم من الغزالات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته